السلام عليكم أصدقائي هناك مشكلة دائما نواجهها مع كثيرين عندما نخوض أي موضوع جدالي أو موضوع يشغل بال الناس أو يؤثر على حياتهم ويقودها بطريقة أو بأخرى هذا الموضوع هو العلاقة بمسألة احترام الأديان أنا عرفت الأديان بشكل واسع في الحلقات كثيرة التي نشرتها لكن هذا الاحترام لا بد أن يكون نتاج من يمارسها مع المعاني عندما أنت تمارس دينك وهذا الدين ينضح سلاما وينضح احتراما وينضح تفهما وتقديرا لاختلاف الآراء وأن لا وجود لي شيء محسوم ولا وجود لي قضية لا تقبل النقاش والحوار والخلاف أيضا والاختلاف فبالتالي من لا يتقبل هذا الموضوع ويعتبر أن كل ما يقوله هو الصحيح وكامل مكمل وصحيح على حد بعيد وبل يطالبك بأنك تقول بل يخونك ويقول أنت أنت خرجت على الإجماع أو تنشر الفتن أو تحاول أن تخرب الأمة العربية والأمة الإسلامية ويسوي قضية وكلها بالنتيجة الفكرة أن أنت لاحق لك بأن تقول شيء ليس هو لا يؤمن به هو بالتالي نرجع للمنطقة لبداية القول بداية القول أن من يريدني أن يحترم أحترم دينة أو فكرة وتغير شلو الموضوع ما همناني المهم هو يريدني أحترم دينة لابد أن يحترم شخصيتي يحترم آرائي يحترم يضع لي يترك لي مساحة لكي أقول فيها ما أشاء وإلا بالتالي فهو يطالبني بأن أكون عبدا تابعا له عبدا مطيعا منصاعا ممتثلا وهذه هي تعريفات الدين باللغة العربية هذا كيف نجد تأثير عندما ننتقل من الواقع إلى التاريخ نجد ما يشابه هذا تماما وعندما أنت الآن نحن شعوب تعيش ماضيها لا تعيش حاضرها أو دائما كل الشعوب العالم تعيش ماضيها نحن نتاج الماضي وبالتالي كموح الإنسان عندما يولد في الماضي أو لحظة الحاضر هي لحظة الماضي نفسها أو هي اللحظة الفاصلة بين الماضي والمستقبل لا وجود لشيء اسمه حاضر نحن دائما نعيش في حاضنة الماضي الشرنقة الماضي فلحظة التي يولد فيها هناك كل ما تبقى من الماضي سنجده حاضرا معنا ونحن الآن عندما أتحدث معكم أنا أتحدث معكم من خلال نافذة الماضي أو محصلة الماضي التي اندلقت أشياؤها بما فيها من لغة من أفكار ومعتقدات وتصورات وتجارب وخبرات هذه كلها اندلقت معي كشخص وأيضا اندلقت معي تاريخ حافل أمره آلاف بل مئات الآلاف من السنين هذه كلها موجودة سواء على مستوى البيولوجي أو مستوى المعرفي الذهني اللي أريد أقولها بأنه أنت عندما عاني أجل أدرس هذا الماضي لكي أتجاوزه يعني كيف تتجاوز الحاضر والذي هو يعني مكان مكان سقوط الماضي أو مكان حضور ما تبقى من الماضي في هذا الحاضر فكيف يلي أن أتقدم نحو المستقبل إن لم أتخلص أو أتعامل مع هذا الماضي من ضمن هذا الماضي هو المؤتقد العام الذي ولدت ونشأت فيه ووجدت الناس تؤمن به وانسحبت تأثيراته هذا علي أيضا ما هو مثلا عندما يأتيني الشخص الآن يقول لي هذا الدين الذي يؤمن به الملايين هذا الدين يجب أن تحترمه ويجب أن لا تمسه ولا تحاول أن تتقرب إليه لا حق لك بنقده ولا تفكيكه ولا تشريحه ولا الاعتراض عليه أو نقده حتى بشكل محترم أنت لا يحق لك لأنك لست مؤهلا لأن تنتقد هذا الدين هناك ناس متخصصون في هذا الأمر على كل حال يعني معناته أصمت ولا حق لك بأن تناقش وأنت لست أهلا لأن تكون عضوا في الجماعة البشرية زين إذا أنت حسنا لا بأس لكن عندما تأتي وتقول لي احترم هذا الدين عندما أنت تقول لي هذا الدين هو نفسه الذي دعا إلى السلب والنهب والقتل والذبح والسبي والاستعباد والدخول على الناس ودخول على الناس وهم نيام الغزو البلدان وإجبار الناس على قيام بأشياء كثيرة ضد عكس ما يشاءون فكيف لي بعد ذلك أن تجعلني أصمت يعني هذا السؤال يجب أن أي إنسان عند ذر الضمير أن يفكر بأنه كيف أقارن بين هذه وهذه كيف لك أن تتحدثني عن مكارم الأخلاق وأنت هذه أفعالك أو الأفعال التي أنت تفتخر بها كيف تريدني مثلا أنا معك كيف تريد مني أن أصمت وأنت تريد أن تتحدث فقط عن الجانب المشرق من الذي من الخطاب الشفاهي اللغوي الذي لا أساس له على أرض الواقع حتى يومنا هذا كيف يعني جاوبنا على هذا السؤال زين جاوبنا على سؤال هذه الجيوش التي خرجت واحتلت بلدان ودمرت شعوب كاملة شعوب مصر وأسقطت حضارات ودمرتها تماما بعد ذلك تأتي وتقول أنه لا يحق لك أن تتحدث عن الصحابة هؤلاء كلهم أدول وهؤلاء جميعا لا يجوز المساس بهم هؤلاء هما نبسهم الذين قادوا هذه الحروب والذين أغزوا البلدان وجمعوا الأموال وناموا مع عشرات الجواري ولكل منهم يعني يعني يقال أنه بعضهم عندما توفى بعضهم جبال من الذهب وتم تكسير بعضها بالفؤوس فماذا تسمي هذا وبعد ذلك تأتي وتطالبين بأن أصمت أنا أصمت ما هذه البجاحة ما هذه الخطاب الذي يلغي الآخر هل تعتقد بأنك بهذه الطريقة ستحمي دينك بالعكس أنت في حالة يرثى لها لكن اللي خلصك من هذا الموضوع أن تكون صريح وواضح ودقيق وتقول أن هذا الدين في ذلك الزمان علينا أن نبني أو نصنع دين جديد مختلف عن دين القديم الدين القديم لا يستحق التقديس المطلق الذي نمنحه له لابد أن نراجعه ونفرز ما هو سيء فيه أو ما هو لا ينسجم مع واقعنا عندما تأتي وتجد مثلا الصحابة والخلفاء الذين يعني نحروا وقتلوا في غزواتهم وخصصوا ولكل منهم عشرات الجواري وهذا موجودة يعني مو كلام من عندي يعني أي واحد يروح على الصحاح الكتب الأساسية تجدها موجودة ما لكم علاقة بالكلام الذي يقال بأنه هاي الصحاح هي صحاح اسمها صحاح لا تناقش لا يوجد غيرها هو هاي المصادر الدينية التي قامت على أساسها الشريعة والدين الإسلامي بأكمله وأيضا نفس الأديان الأخرى نفس الطريقة نفس الحالة يعني حالة مشابهة لا توجد فروقات كثيرة فأنت هذا الأشياء الأساسية التي التي انطلق منها الدين والتي تم بناء الصحاح الأديان على أساسها أنت تأتي وتقول أن هذه الصحاح غير فيها إشكالات كثيرة وهناك دس ومكائد دس يعني من هذا الكلام لا تليق بهؤلاء الذين كانوا يعيشون قبل 1500 عام هذا الكلام غير ما نقوله من جماعة القرآنيين وما إلى ذلك لا مسألة طبيعية بالنسبة لهم الناس كانت لكن علينا الآن أنه نعرف أنها كانت طبيعية ويجب ومن غير الطبيعي أن نعتبرهم قدوة لنا في هذه الأيام كيف لي أن أعترب بوجود أن هؤلاء الذين الآن هم قدوة لنا وما زالوا قدوة لنا هؤلاء الذين نستمد منهم شريعتنا وأفكارنا وعلينا أن نحترم كل ما قاموا به ونقتدي بهم هؤلاء هم نفسهم الذين اقتسموا الغنان وهؤلاء أنفسهم الذين حاربوا بعضهم البعض وقتلوا بعضهم البعض خاصة في الخلافة الراشدة أيضا هم نفسهم الذين تم قتلهم على يد معاوية وأبنى يزيد في موقعة الحرة وموقعة الكربلاء قبلها في أيام الفتن عندما قام الخليفة أثمان بتعيين قاربة على الولايات وكان العراق ومصر هي قطعة تابعة له وكأنها ورثها خاصة به وبأقاربه وهذا كلام موجود ليس أقاربه كلهم الصحابة وما على ذلك كلهم امتلكوا الأطيان والعبيد والجواري يعني إذا تردون أطلأ لكم لا يعجبكم أطلأ لكم الوثائق الكاملة والمصادر الدقيقة التي لا تقبل النقاش مهم الفكرة وأنا أختصر الموضوع وهو أننا لا نستطيع أن نطالب الآخرين بأن يقف أن يحترم ما لدينا بحجة المقدسات ويقول لك أنت تسيئ لي ولديني من حقك أنت قلت أنا أسيئ لك لكن الموضوع لا علاقة له بك شخصيا الموضوع له علاقة بأن نفكر في قضايا موجودة وتؤثر على حياة الملايين هذه القضايا نؤيد التفكير فيها لن يحدث شيء ولا توجد استهداف لشخصيات محددة أو لناس محددين أو لعقائد محددة كل العقائد ممكن تتعرض للنقد وأنت أيضا تنتقدني لماذا تبيع لنفسك نقدي ولا تسمح لي بأن أنتقدك أو أنتقد منطقك وتفكيرك أنا لا أبي عليك ولا أشتري ولا أنت تبيع علي ولا تشتري لكننا كلنا مشاركون في هذه القافلة الإنسانية ونسير فيها معا وعلينا أن نتعاون بأكبر قدر ممكن من المحبة والتفاهم والتسامح والتفاهم أيضا والأمر الأكبر من هذا كله أنت لا تستطيع الآن أن تلزم الناس بأن يحترمون مذهبك وهذا المذهب نفسه الذي أنت ما زلت تصر على أنه يعامل الآخرين بالسيف أو هو أيضا انتشر بالسيف فعليك أن تفهم أنه هذا الأمور أو هذا الصراخ وهذا الانفعال وهذا دلق الاتهامات على الآخرين وتسميتهم دائما بأسماء يعني 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 معيبة بصراحة يعني هذا الكافر وذاك الكذا وهذا الكذا بدلا من أن تناقش الأزمة التي نحن فيها جميعا وأنت علينا أن نناقش ما حصل وطبعا أيضا راح يشوف الناس في التعليقات راح يكتب لي أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا يعني يهمل كل الكلام الذي يقول تعاني ولا يفكر به ويعزل فورا جانبا وهذه طريقة الإنسان الذي يأيش في القطيع والذي لا يعرف التفكير ولا يفكر بأن يفكر وليس في باله إلا الدفاع الأعمى الأهوج مجرد يشعر بأن أنت خارج السرب الذي تعود عليه فورا يبدأ بمهاجبتك ويتحدث أنت كذا وأنت كذا ويهمل كلامك بأكمل بل ولا يسمعه ومن يقول أنك تطالب باحترام الناس أو يقول بأن الأشياء التي حدث قديما لها علاقة بشعوب قديمة ومعظم هذه الشعوب القديمة كانت مرت بتجارب وهذه الشعوب أيضا ارتكبت مجازر فيما بينها وهذه المسألة لا يختلف بها المسلم عن غير المسلم أو العربي عن غير العربي كل الناس مروا بهذه التجارب أقول له هذا كلام غير صحيح وما لا علاقة بالموضوع بأكمله هذا موضوع مختلف تماما الآن كل الشعوب لا لا تنتقد ولا تقتل ولا تسب كل من ولا تعزل ولا تناقش أو تحيد أو تشن على أي شخص يحاول أن يستعيد تاريخه حتى يسب رموزها بحجة رموز أنت لا تستطيع نقدها ولا تستطيع أن تلمسها بالطرف هذه كلام غير صحيح كل الشعوب صحية كما قلتم أو كما يقول بعضكم أنه تعرضت إلى مآسي أو مجازر أو ارتكبت مجازر لكن كل الشعوب الآن غير المسلمة اعترفت بهذه المجازر ومعروفة المسال ليست بالأسرار الكبيرة ثم أن هناك تدعي بأن هذا الشيء الذي أنت تؤمن به صالح لكل زمان ومكان بالتالي أنت لاحق لك بأن تتحجج باختلاف الزمان ويقول أنه ذلك الزمان انتهى والآن نحن لدينا دين جديد مختلف متوالم أو متأقلم أو متآلف مع اللحظة الحاضرة عند ذلك لك حق أن تقول لا تحاسبني على ما حدث في الماضي لأنني أنا ابن الحاضر وأنا اشتهدت وتخلصت من أخطائي السابقة أو الأخطاء التي ارتكبها السابقون بحقهم واقعهم الزمني المختلف عن هذا الزمان الآن من يتحجز بالزمان الماضي عليه أن يقدم لنا نموذجه ما هي عجتها الآن التي يبرر بها هذه الأشياء الخطيرة التي تمارس بحق الجميع كل واحد ينتقد الدين باعتباره ليس دينا مقدسا باعتباره مسألة علاقة بحياة الناس علاقة نمط تفكيرهم تؤثر على كل شيء في حياتنا تؤثر على مستقبل مستقبل أولادنا فهي تدخل في كل التفاصيل فبالتالي من حق الجميع أن يشارك وأن يبدي رأيها لا حق لأحد أن يقول لا يجوز لك أن تتدخل في هذه القضية أو تلك لا أنا أطرح رأيي والناس تتقبل أو لا تتقبل ثم أنا مثلا عندي قناة الخاصة وهذه نافذتي وأتحدث بها لم أطرق باب أحد أو أجبر أحد على أن يستمع لي وليس من المعقول الناس يذبحون ويسلبون ويصلخون وبعدها تخرج وتقول أنا رمز الأخلاق ولا حق لك بأن تستهزئ وتسخر مني شكرا جزيلا وأسفل مع السلام هذا الكلام السريع كنت ناوي أوضحه لكثير من الناس والشيء الأساسي أريد أقوله دائما أنا لست ضد الدين وبالعكس أعتبر الدين مسألة أساسية وأن الدين كان مفيد وأن البشرية تطورت ووصلت إلى ما هي فيه بسبب بفضل الدين أو قدرة الإنسان على أن يتشأل أن يتعاون أو يشكل جماعات تدافع عن نفسها وتتعاون فيما بينها وتتماسك وتلحي من أجل بعضها البعض هذا الدين هو الذي وفره في ذلك الزمان لكن هذا الأمر لا يصح في زماننا الحالي إنما الأمر مضى زمانه بسبب تغيير الأحوال بما لا يخفى على أحد فالقول بأن الدين كان مفيدا لا يعني بأن هذا الدين ما زال مفيدا هذا راح يكون موضوع حلقة منفصلة مستقبلا إلى اللقاء